إلى موضوع آخر حيث أجرت الحكومة مجموعة من الإجراءات من بينها الموافقة على المشروع التمهيدي للشركات ذات المسؤولية المحدودة إجراءات كانت لها عدة قراءات نكتشفها مع منايش إجراءات جديدة تسعى من خلالها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار عن طريق تخفيف الشروط القانونية الخاصة برأس المال الأدنى للشركات ذات المسؤولية المحدودة والرفع من عدد الشركاء من عشرين إلى خمسين الأول أن تخفيض قيمة رأس المال عند مرحلة الإنشاء يفتح الباب عند كثير من الناس بقدرة إنشاء هذه المؤسسات ثانيا الرفع من عدد الشركاء يؤدي كذلك إلى التسهيل تجميع المدخرات بين أكبر عدد ممكن من أجل قيام أكبر عدد ممكن من المؤسسات هذا من جالب وبالتالي هذا يؤدي إلى تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الاقتصادية خطوة من شأنها تعزيز وحماية الشركاء الاقتصاديين لكن قراءات أخرى ترى العكس وتعتبرها غير كافية يوجد يعد التنظر في الكابتال السوسيال كما يطلقون الكابتال السوسيال ممكن هذا هو جيد لك لأن هناك صوتي بإنشاء ملاد دينار أو إنشاء ملاد دينار وإنشاء ملاد دينار وعندما يدعون مليار هذا ليس صحيح هو مشروع وإن كان من شأنه المساهمة في تحسين مناخ المال والأعمال في الجزائر الذي لا طالما عرف ركوداً فهو يحتاج إلى خطوات أخرى للدفع بالاقتصاد